دايما نتكلم عليهم أي خاين عرف نفسه بنقوله إلزم حدودك إلزم حدودك مش هنسمي عشان يعني ما نديدهمش قيمة لأنه هم لا يسعقوا والله نكرات نكرات بيتكلموا عن مصر نكرات بيتكلموا على شغل الدولة المصرية تاني بقول دول نكرات لا تعطوهم أي اهتمام على الإطلاق يعني كده اللي بيعملوه ترميه وتحطه زي ما بقول لك كده يعني عارف أي صرصار واعتبروه صرصار هو أو غيره أو غيره أو غيره أي حد يتكلم على مصر في هذه المرحلة وقبل كده بالمناسبة احنا بنتكلم من بدر مش بنتكلم النهاردة قبل كده بس كمان اللي كتبوا خلال اليومين اللي فاتوا كلام فارغ أنا بقول لهم دول مجموعة شوية صراصير البلد الكبيرة اللي شغالة هي رايحة عشان الشعب الفلسطيني مش عشان أي حاجة تانية البلد الكبير اللي اتحركت عشان وقف العدوان الاسرائيلي بشكل واضح هي البلد اللي بتتحرك النهاردة عشان إعادة إعمار غزة وهي البلد أيضا اللي بتتحرك النهاردة عشان الوصول لحل دولتين دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هي هي الدولة اللي بتشتغل هي هي الدولة اللي هتعمر هي الدولة النهاردة بتتحرك في كل ملفات هي الدولة اللي رايحة النهاردة عادت اعمار قطاع غزة حدش تاني هي مصر اللي عايز يعني شاء من شاء وابا من ابا هذه هي مصر مصر الكبيرة القوية اللي موجود على الارض وانا قلت لحضراتكم لان وجود مصر على الارض مهم جدا حتى تاني بقول حتى لو فكرت اسرائيل عايزة تضرب المصرين على الارض فهنا تمام رسالة خلي بالك وجود مصر على الارض يمنع حاجات كتير قوي وبالمناسبة يسهل حاجات كتير قوي لازم نعرفين ده وجود مصر وشركتها رجالتها على الارض يمنع امور كتير